منذ قيام الاتحاد اتخذت دولة الإمارات العمل الإنساني نهجاً لها أرسى قواعد هذا النهج الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثرى وسار على دربه خلفه وخريج مدرسته الشيخ خليفة بن زايد الذي أولى عناية خاصة بتحسين حياة المحتاجين في كل مكان من هذه المعمورة دون تفريق بين لون أو عرق أو دين في عهد الشيخ خليفة ارتقى العمل الإنساني في الدولة ليكون جزءاً أصيلاً من منهجها وسياساتها وطريقة تعاطيها مع العالم وشعوبه أصدر الشيخ خليفة في عام 2007 قانوناً بإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية لتعطي دفعة للعمل الخيري والإنساني في الدولة إلى جانب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وباقي المؤسسات الخيرية بالدولة مؤسسة الشيخ خليفة حظيت بدعم لمحدود من صاحبها ومؤسسها وارتكزت استراتيجيتها على تقديم المساعدات في مجالي الصحة والتعليم محلياً وإقليمياً وعالمياً وصلت مساعدات المؤسسة منذ نشأتها لأكثر من 87 دولة حول العالم وساهمت في توفير البنى التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات للمجتمعات المحتاجة أولت مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية بتوجهات مواسسها عناية خاصة بعلاج سوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة وتنفيذ حملات الإغاثة الطارئة حول العالم والتي استفاد منها ملايين البشر صحة الإنسان كان لها مكانة خاصة في وجدان الشيخ خليفة حيث أمر ببناء المستشفيات في المغرب ولبنان وسقطرة وجزر القمر وكازاخستان وباكستان وغيرها وجهزها بأفضل المعدات والكوادر الطبية ومن منطلق عناية الشيخ خليفة بشؤون المسلمين فقد أمر ببناء المساجد في القدس وكازاخستان والصين ووجه بمساعدة الحجاج من ذوي الدخل المنخفض للسفار إلى مكة المكرمة بتعاون مع سفارات الدول الأخرى الآلاف في أكثر من خمسين وستين دولة استفادوا من مشروع إفطار الصائم وبرنامج المير الرمضاني الذي يأمر به الشيخ خليفة سنويا أعلن الشيخ خليفة عام 2017 عاما للخير لتنتشر ثقافة الخير بين أبناء شعبه فرسمت حكومة دولة الإمارات أطورا تشريعية وتنفيذية لترسيخ الدور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل الإنساني وخدمة البشرية وتعزيز قيم وثقافة الخير في مجتمعنا وكانت حصيلة مبادرات هذا العام مليار وستمائة مليون درهم وجهت لعمال الخير داخل الدولة وخارجها في عهد الشيخ خليفة بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات درهم وفي عهده كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال جائحة كوفيد-19 منذ بدء الجائحة في 2020 وحتى يوليو 2021 حيث بلغ إجمالي عدد المساعدات الطبية والأجهزة التنفسية وأجهزة الفحص ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات 2154 طنا تم توجيهها إلى 135 دولة حول العالم أمر الشيخ خليفة بتوجيه المساعدات العاجلة للدول المنكوبة من الجفاف والزلازل والفيضانات والبراكين ووجه بتنفيذ حملات لغاثة للشعوب المحتاجة وبنى المخيمات التي توفر الحياة الكريمة للاجئين المتضررين من الأزمات السياسية والحروب الأهلية اليوم هناك الآلاف من الطلبة الذين استفادوا من المدارس التي أمر ببنائها والآلاف من الزجات التي كبرت ونمت ابتداء من الأعراس الجماعية التي وجه بها والآلاف الذين يحصلون على أرقى الخدمات الصحية من المستشفيات التي تحمل اسمه يرفع هؤلاء وغيرهم ممن لم يصلنا علمهم أكفهم إلى المولى عز وجل بأن يجزي الشيخ خليفة خير الجزاء على ما قدم وبذل وأعطى في السر والعلن ليخفف عن كل محتاج حاجته وعن كل فقير فاقته